السلام عليكم حبايب بيظل انه نحن صارلنا تقريبا اسبوع كامل ما عملنا حلقة الاسئلة الاسبوعية على اساس يعني نحن نعملها كل يوم فخلونا ندردش ونجاوب عن اسئلة كثيرة هل مكافأة توقيع العقل بتكون اجبارية ولا اختيارية هل ما مصلحة الدور الاسباني انه يبقى فقط ريال مدريد وبرشلانا بالقمة طيب على سيرة برشلانا وريال مدريد ليش سيطروا كثير اوروبيا بين 2009-2018 وكيف هيكون شكل ريال مدريد فيما لو لم يأتي كل يوم بابا وبرشلانا هل هيوقع ما كان سيلو وبرنرد سيلفا معا وليفربول هل قادر يعوض كمية اللعبين الكبيرة اللي خرجت منه حاليا ونتكلم عن تأثير صفقات السعودية بكل تأكيد وكتير من الاسئلة بحلقتكم المعتادة السلام عليكم احبابي كيف احوالكم ان شاء الله تكونوا جميعا بألف خير صلوا على رسول الله قبل ما نبدأ بالتفاصيل والتذكير المعتادة ما تعودنا الاسبوعي لأي حدا جديد معنا بالقناة هذا الفيديو هو فيديو الاسئلة الاسبوعية واللي منجاوب فيها عن اكبر عدد ممكن ممكن من الاسئلة اللي بتطرحوها ببوست الاسئلة الاسبوعية واللي بينزل كل يوم ثلاثاء على يوتيوب فيسبوك وكذلك على انستجرام اذا حضرتك اول مرة بتشوفني على يوتيوب اشترك وفعل زر اشارة على كل وتابعني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي جميع الروابط موجودة بصندوق الوصف خلينا نكبر مع بعض احبائي الكرام فلذلك بعد التذكير اذا بتشوف الحلقة طويلة لا تستغرب مهائيا هي الحلقة مفتوحة المدة لو بتحب انتقل عبر الوصف نقسم الفيديو متما بتشوف تحته بالدسكريبشن واذا حضرتك فاضي بعد جمعتك مباركة تحط لي مشروبك المفضل وتفضل نجهب على الاسئلة الواحد تلو الاخر خلينا نبلش مع الاسئلة القصيرة متما تعودنا الاطول فالاطول اول سؤال من اخونا احمد بيلي اخنسيم هل مكافأات التوقيع اجبارية ام اختيارية من رئيس النادي وشكرا لا صديقي هي اختيارية وليست اجبارية لا يوجد قانون يلزم النادي بانه يدفع مكافأة التوقيع عقد انما هي درجة كاعراف وتقاليد من الاندية يعني انت بدل ما تشتري اللاعب ركز بدل ما تشتري اللاعب وتدفع ثمنه لناديه فلو اتاك مجانا اصبحت الاندية تدفع مكافأة اللاعب فاصبحت وسيلة اغراء مثل مثال ديفيد الابلا منتقل من البايرن الى ريال مدريد بدل ان يشتريه ريال مدريد شراء صبر حتى انتهى عقده لكن كان اخذ كلمة من محيط النادي وبيئته بانه سيأتي مجانا خلاص كون هو صرح بالنهاية انه سيخرج مجانا بالنهاية فضمن ريال مدريد هذا الموضوع بدل ما ادفع قيمتك 50 مليون يورو لا انا بيدفع لك 12 مليون يورو مكافأة التوقيع عقد يعني هي مجرد مكافأة هيك من النادي ليست قانونية نهائية اما السؤال اللي بعده من اسم ما عرفتش هو تشي تشالي او كذا طبعا هاي من اسئلة فيسبوك السلام عليكم اخ نسيم عليكم السلام من هو المنتخب المرشح للفوز بيك اسهل عالم للسيدات مقام حاليا باستراليا وما رأيك باللاعب الكولومبية ليندا كايسيدو 18 سنة وهل تظن انها سوف تفوز بالكرة الذهبية مستقبلا ما بعرف وهذا السبب انه في كدير اسئلة احباء الكرام انا ما باخدهون لانه بكون فعلا ما بعرف لاني ما بتابع كاس العالم للسيدات اذا كنت اخت فصامحيني اذا انت اخ انا ما بتابعها يا صديقي اه كرة القدم للرجال ما بتابعها كلها حتى التفت اساسا للسيدات مع احت رامي بكل تأكيد طبعا السؤال الثاني هل لديك ادمن يساعدونك في العمل الفيديوهات والمونتاج والمنشورات ام انك تسير كل شيء وحدك فيديوهاتك ومنشوراتك كلها جميلة ما شاء الله تعالى كل ما يحدث في جميع مواقع التواصل الاجتماعي بشتغلوا لوحدي كاملا تويتر تويتر ما بنشر كتير فيسبوك انستجرام ثريدز انا موجود على ثريدز تيك توك يوتيوب كلهم مع بعضهم انا بشتغلهم لوحدي ما معي حدا نهائيا لو بدي انه يكون حدا معي وبدي اعطيه مبلغ فالمبلغ اللي انا بحصته اساسا من يوتيوب ما بيكفي حتى اعطيه لوحدي يعني كون اساسا بالفعل نحنا بسوريا عنا ما في مجال للربح الا من يوتيوب حتى فيسبوك كذا انا ما بربح ابدا يعني حتى نكون بالصورة يعني واضحين فلا انا ما معي حدا بشتغل كل شيء لوحدي لكن ممكن تكون حضرتك او حضرتك اه ملاحظ انه في كثافة كتير بالنشر على فيسبوك وانستجرام اخر فترة هذا الشي انا بشتغله عن طريق ادوات معينة بجدو المنشورات وبتمتشر لاحقا لكن مو ودائما هيك انا نشط كتير بطبيعتي بالنهار اساسا فانا بكون جالس ما عندي شيء انا شغلي هذا هو بالاساس يوتيوب وملاحقة اخبار رياضة وبس فلذلك انا شخص متفرغ بشكل كبير هاي الفكرة وشكرا لسؤالك او لسؤالك اما اخونا احمد مين اكثر حارس حبيته او مفضل اليك وشو رأيك بالايطالي بوفون كون اعتزل وهو صغير بالعمر اكتر حارس حبيته او مفضل اليك هل في فرق اكتر حارس حبيته مانويل نوير عفوا ان جالويجي بوفون اكت تقريبا اتوقع نعم هو اكتر حارس حبيته تقريبا عم حاول اتذكر انا عفكرة اه تقريبا بحاول كل فيديوهاتي هاي الاسبوعية تكون ارتجالية ما بفكر فيها يعني ما بكون محضر بالاساس فورا ارتجالي بوفون ما اتوقع غيره انا اساسا بشجر يوفينتوس بايطاليا بحب بوفون كتير بصراحة اما المفضل كحارس انا بشوف مانويل نوير يعني انا كحارس شفته مسيرة مسيرة سيبك من هاد لي بقلك افضل حارس بالتاريخ فلان وياشين وما بعرف مين حبيب لا انا ولا هنه شافوا انا بحكي حارس شفته بيعيني مسيرة كاملة مانويل نوير لا يوضع جنب اسمه حارس اخر وجهة نظر شخصية لحده تابع مسيرة حراس وجهة نظر شخصية طبعا بشوفه الاكثر تكاملا المفضل بالنسبة لي بوفون طبعا المقارنة غلط بيناتهم ما بتجوز بوفون كان بوقت تقريبا اغلب مسيرته ما كان مطلوب من الحراس يلعبوا بالقدم لكن نوير لحق الفترتين بدون قدم ومع قدم وكان يجيد التنتين فلا يولان بوفون مثلا انه ما عنده هاي الميزة ربما لو تواجد بوفون اليوم كان لازم يلعب بالقدم وربما يكون افضل من نوير فيها وربما انا بقول ربما ونوير لو تواجد بهذه الفترة ما حيكون مطالب بيلعب بالقدم لكن كافضلية انا بشوف نوير ما بعرف اكتر حارس شوف رغطي اكتر حارس بتعاطف معه انا وبحسه اندر ريتد ربما تتفاجأ انه اندر ريتد اي هاد الحارس راح اذكر لك اسمه هو ما اخد حقه اعلاميا بيتر تشيك اللي كان حارس البلوز تشيلسي لعب مع الارسنل اتوقع بس هو حارس تشيلس من حراس العالم لكن ليش ما اخد التسليط الاعلامي انا ما بعرف حسه ما اخد ربع او نصف ما يستحقه من قيمة اعلامية بكل امانة تشيك انا بعتبره من افضل الحراس اللي مروا اللي انا شفتهم ما بحب كلمة بتاريخ اللعبة اللي انا شفتهم وما اخدوا الحق اللي بيليق فيهم حتقلي استمرارية دائما كان هو مستمر بليفل عالي ما كان عنده تخبطات عرفت شو قصدي فما بعرف انا بحس بتار تشيك جدا ما اخد كتير تسليط اعلامي هو واندر ريتج جدا جوابي على سؤالك الاساسي جاوقته سابقا السؤال اللي بعد من اخونا احسين هل تشوف ان الريال يحتاج الى قلب دفاع وظهير ايمن شباب ومن الانسب للريال بهذا الوقت حسب وجهة نظرك ثاني شي اشوفك تهتم لهالتعليقات السلبية يا اخي لا ترد عليهم خلي يتكلم احنا نعرفك انت شو بس الرياضي وما مستعجل بالهبد الاعلامي يفهمك انت ويفهم كلامك عوف هاي الاطفال الراكدة وراء الصفحات الوهمية وتشذب تحياتي اخي حسان هلا اول شي طبعا كمان تعليقك من فيسبوك اه نعم ريال مدريد بحاجة وظهير ايمن اكيد يعني اكيد اكيد بحاجة ظهير ايمن لكن مية بالمية حيدخل الريال لصفقة ظهير ايمن لا ما بتوقع قلب دفاع ما هيجلب انا نعطيكها من الاخر ما هيجلب والتركيز على مطابيو فقط خلاص حتى حسب الصفقة ويسكر المركات ويدخل على الموسم بهذا الشكل لكن لو سنحت الفرصة او سنحت لريال مدريد فرصة فرنسيدا او فرسنيدا من بلد الوليد يعني هو برشلونة لم يأخذه ربما ريال مدريد ينقض على اللاعب لانه فرسنيدا مناسب سواء للريال او حتى لبرشلونة ربما يدخل على خطه فجأة ربما والله اعلم قلب دفاع ما بتوقع يجلب يا صديقي بالنسبة لموضوع انه ليش انا بهتمل التعليقات السلبية هل انا ما بتفعل التعليقات السلبية تحديدا على يوتيوب بالضبط يعني انت قصدك على فيسبوك كونك معلق على فيسبوك شوف صديقي خلينا نفهم شغلي على يوتيوب اللي بده يعمل حاله صانع محتوى يوتيبر لازم يتحمل هي لازم يتحمل كلام صحيح لكن مفهوم بطريقة خاطئة انا بحكي لك لازم يتحمل لكن لكل شيء يعني لكل شيء فيه حد بالنهاية صانع المحتوى لازم يكون واعي يستوعب الناس صح لكن هاي الناس اللي بتقولك والله لازم يسكت وما يجاوب ولازم كذا لا يعني صفي انه هو ينبطح بالارض والناس تدعس عليه الناس الوسخة انا بقصد طبعا ما بغوا حاشة السامعين يعني وانه يضل ساكت لا فيه احيانا تعدي لازم ينحط له حد فورا هلأ على يوتيوب ما موجودة هي الظاهرة كتير لكن على فيسبوك بتلاحظن انه انا انفعالي جدا اكتر من يوتيوب يعني انا شخص تاني على فيسبوك بالردود برد ردك كاسر فورا يعني السبب صديقي فيسبوك عشوائي جدا وحسابك يقترح لناس كتير فبيمر اللي بيعرفك ولي ما بيعرفك فاذا بتسكت مصيبة على فكرة يعني وانا ما فيم يعني في حدود معينة ما في ما بسمح انه حداية تخطاها عرفتش لون يعني لما بحس التعليق من ناس لازم ترد عليها فبرد فيسبوك البساطة اما انه تظن انه انا بتوتر ابدا يا صاحبي انا جدا بكون بضحك حتى وانا بجاوب اي حدا يعني انا شخص جدا روحي مطاطة ولو بتعرفني بالواقع انا الشخص بارد جدا ولا يمكن استفزازي لا يمكن انا ما بيحتلك صعب تقريبا تقريبا لا يمكن استفزازي مهما حاولت انا بارد جدا يعني اي طبيعتي فانا بكون بضحك وانا بجاوب هادول نوعيا من الناس عرفت كيف صديقي وصدقني لا بيأثروا علي ولا بتوتر نهائيا لكن يعني العطب على الزمن انه صار في هيك ناس والتطور اللي خلى اي طفل انه ممكن يمسك هاتف وممكن يشلف اي كلمة باردة لاي شخص موجود على يوتيوب ولازم نوجه رسالة دائما اليوتيوبر مو انا اي شخص تاني هذا انسان ربما يكون اكبر منك بعشر سنوات وانت ما بتعرف فعسبين مثال انا عمري 36 راح اه قربنا ندخل بال37 حاليا وربما ممبين علي ولكن حتى لو كنت انا صغير بالعمر ما بصيرت غلط لحق حدا انا او غيري هذا انسان انت ربما كلمتك تدمر لهذا الانسان انا شخص بارد جدا ما بتأثر لكن في ناس بعرفهم تركوا السوشيال ميديا بسبب هيك تعليقات انتبهوا احباء الكرام ربما انت تأثر على حياة انسان بسبب تعليق تافه نصيحة مني الكمبس اما سؤالي بعده هل ممكن نعرف سبب سيطرة الاندي الاسبانية من 2009 حتى عام 2018 هل بسبب قوتهم ام ضعف المنافسين يعني الاغلب قوتهم لانه كانوا عندك برشلون من 2008 و2006 يا رجل سحب سحبة بتخوف تقريبا حتى عام 2014-15 يعني فيه سيطرة ممجنونة كانت وبعدين استلم ريال مدريد كمان حتى عام 2018 تقريبا يعني كانت سيطرة مجنونة جدا يعني كان فيه قوة مبالغ فيها عندهم يعني انا هي وجهة نظري كان الدور الايطالي يعني خلص استشهد تماما بقي عندك مين منافس بايرم يونيخ الواحدة من المانيا باريس انسا مانا موجود بالنسبة الي انا بعتبر والبريمر ليغ كان بدأ ياخد الزخم الخيالي لكن بوقتها فيه تصادف يعني هو تصادف حصل انه كان فيه ميسي ورونالدو بالدور الاسباني فلا واحدهم يكفوا صريقي كزخم حتى يجلبوا بقية النجوم خلفهم فكان عندك كمية نجوم كبيرة جدا كان عندك جيل بارشلون الخيالي وكان عندك ايضا في ذات الوقت جيل ريال مدريد فلا كان فيه قوة وزخم كبير جدا بالدوري الاسباني فلذلك سيطروا بشكل كبير باوربا وتاني شي يشوف نقطة مهمة يعني هذا تعقيب من عندي بصراحة يعني هذا تعقيب من عندي صعب تشوف خلينا نقول هل ما بدي احكي لك الطليان حاليا والطليان ابعاد بعاد كتير بصراحة لكن صعب تشوف تحديدا اللي بريمر ليه كانوا اقوى منافس هو كدوري بالعالم صعب تشوف سيطرة منهن اوروبيا ليش زخم المنافسة عندهم تخطى الليفل المنطقي يعني زخم المنافسة المحلية انا بنظري اذا بتقيسها هيك كترند انت تصاعدي تخطى المستوى المنطقي فاصبح زخم المنافسة يرهقك تماما وحتى عوائد المنافسة المحلية صارت تطغى على المنافسة الاوروبية فصار تركيز الانجليز جدا بيكون اكتر محليا يعني انا الاولوية بالنسبة لي ااخد مركز محلي مو اخدوا اللقب يعني اخد مركز اعلى ولو بمركز واحد محليا لانه العوائل ضخمة جدا باللي بريمر ليك فلا انا بركز محليا اكتر من اوروبية ماني مضطر استنزف نفسي اثنيا برا مو معنات هات الكلام انه هن بيدخلوا عدور الابطال والله مو مهتمين لا بيحطوا كل ثقلا لكن هن مستنزفين من الداخل بالاساس اكيد بتوقع وسط تشوف فكرتي يعني فصعب انا بشوف انه الانجليزي سيطروا لمدة طويلة وما بتوقع انها حصلت سابقا هيك وجهت نظري حتى الطليان زمان لما كانوا بيعزهم ما سيطروا مدة متتالية لما كانت ايطاليا جينة كرة القدم صعب انا هيك بحس بحس انه لا لما يكون حدة المنافسة لا زالت منطقية بيظل ممكن تسيطر يعني ممكن في احتمال انك تسيطر لكن شوف سيطرة برشلونة والريال حتى هنن صعب يكرروها صدقني صعب لا اقول مستحيل لكن بشوف الموضوع صعب بشكل كدير اما السؤالي بعده من سعد صفقة تتمنى ان تحدث هذا الصيف بعيدا عن فريقك يعني هن صفقتين بصراحة اول شي اندري اونانا اكتر صفقة كنت متحمس انها تحدث وحصلت يعني انت عم تقول لي تتمنى ان تحدث هن الصفقتين فعلا كنت اتمنى انه يحدثوا وحدثوا ايهون الفكرة ما صفي صفقات اني بفكر فيها انه اتمنى تحدث اونانا الى مانشستر يونيتد حابب شوف ايريك تنهاق بالبريمر ليج مع ادوات تلائم اسلوبه اونانا يلائم اسلوب ايريك تنهاق موضوع ان يكون حارس ليبيرو بحيث يكون هو مع قلوب الدفاع بيلعب كمدافع بعملية بناء اللعب يعني كلاعب اضافي ببناء اللعب متحمس جدا شوف اندري اونانا بعملية بناء اللعب مع تنهاق حتشوف متعة كروية مقاطعة تنظير اللعب اتاني هو جوسكو غوارديول من لايفزاج الى نادي مانشستر سيتي حتشوف كيف هيتعامل خليني لك غوارديول مع البرمير ليج حتشوف بديشوف سرعة انسجام اللعب عندي شعور انه عنده قدرة للانسجام بحسب تقرير ذاتتك ايكا انا في تقرير قلوني بيقصلك انه مدة قدرته على الانسجام واضح انه سريع جدا بديشوف هل حينسجام بسرعة ام حتظهر عوامل لا تمنعه من هذا الشيء وكيف بيب هيستفيد اكتر منه وكذلك عندك بصراحة كوفزيتش كذلك الامر متحمس له كتير لكن صفقات لم تتم ومتحمس لها ما صفي حاليا صدقني يعني ما ابدا اما السؤال اللي بعده من روان صباحك خير اخي نسيم او صباحك جميل صديقي جلطني وحبب يعرف هل يوجد قانون يمنع الفريق من معاقبة لاعبيه لاجل الضغط عليه لشيء معين مثل تجديد عقد ما او ما شابه وان كان هناك قوانين تمنع ارجو ان توضحها لنا مثال بالضبط ما يحدث مع كليانم بابي اخوك من الجزائر لك كل تحية وتقدير حياك الله اخي روان ايضا من اسئلة فيسبوك هذا السؤال قانون يعني قانون ينص انه لا يجوز للنادي ان يفقوم بكذا كذا لا لا يوجد هك شيء لكن يوجد قانون يجبر النادي يلزم النادي بان يقدم للناعب بكل السبول الاحترافية وهذا هذا الموضوع يعني كيف انت عن تسألي عن نبابي خليني احكي لك مثال ورد عليه بيرد حراء على اساس وارجع رد على هذا الرد الحراء شوف ما بيقدر مثلا باريس حاليا يعاقب كليانم بابي بان يتركه على دكة البدلاء يعني طول الموسم دائما ليش لانه ضمن القوانين النظمة للعبة واجب على كل نادي مقابل يعني مقابل خدمات هذا اللاعب ان يوفر له جميع السبول ليكون في بيئة احترافية انا اختزلت القانون نوعا ما عشان اختصر عليك ما اقرأ جريدة كم سطر فقط كم كلمة بيئة احترافية شو هي البيئة الاحترافية بهذا العمل لانه هذا عمل بشركة هو بالنهاية البيئة الاحترافية التدريب العناية الصحية التأمين التدريبات مثل ما حكينا بيئة تدريبية جيدة وكذلك المشاركة في المنافسات الاحترافية واللي هو بشارك فيها اللي هي اهم شيء محليا بهمنا محليا نحن اوروبيا موضوع تاني عرفت كيف؟ هاي الفكرة فلما ينحرم اللاعب بيروح بيشتك عليهم بانهم ما طبقوا هذا البند معي لا عم شارك ولا كذا بس عم اتدرب انا ما عم يسمحوا لاني شارك طبعا واضح للعلان انه مبابي ما نسيق لحتى ينحرم كلاعب كرة قدم فهو بيشتك عليهم بهذه الطريقة طيب ممكن يطلع لي واحد اللي ايرابيوت موحس تقريبا حرموا ستة اشهر وحطواها الدكة وما راح اشتكى مشكلته انه ما راح اشتكى يعني هو وكيلة اعماله اتوقع كانت والدته كان ما عنده مشكلة فيه راتب ع فما انا مضطر يشتك وينفسخ عقده بعدين بيقول لك لا خليني انا عدو نايم على دكة البودلاء وعم اقبض راتب وخلاص ماشي الامور فهمت علي شو الفكرة هذا الجواب يا صاح اما السؤال اللي بعده من ايمن سلام عليكم متى موعد كأس العرب القادمة وما هي ابرز للمنتخبات المشاركة وصاحب اكبر حظوظ للفوز باللقب خاصة بعد هجرة العديد من محترفي اوروبا العرب نحو الدوريات خاصة الخليجية والتي ستتوقف اظن اثناء المسابقة مما سيجعلهم يدعمون تلك المنتخبات ارجو الاجابة وشكرا تكرم معين صديقي ان في موعد البطولة هي 30 نوفمبر تماما وكمان رح تكون بقطر هاي السنة متى ما اتعودنا مين المشاركين المشاركين هنا بيكونوا 16 نادي اول عشرة يعني اول عشرة بالعرب من ناحية ترتيب فيفا كترتيب دول اول عشرة ضمن العرب بيشاركوا مباشرة طيب يبقى ستة منهم سنجيبهم اللي بعدهم 12 بيلعبوا نظام بلاي اوف بيخرج ستة ويتأهلوا ستة الى البطولة هل مين هنا عشرة الاوائل انا حطيتهم قدامي مشا ما انساهم المغرب اكيد طبعا تونس جزائر دي هو حامد اللقب بالاساس مصر السعودية قطر الامارات العراق سلطنة عمان وكذلك الاردن بقية الدول متى ما بنعرف عنا 12 لهم بلدنا سوريا فلسطين لبنان البحرين السودان موريتانيا ليبيا الكويت اليمن جزر القمر جيبوتي الصومال وكذلك عنا بس هدول ما ما في غيرونا عرفت شلون هل مين بتتوقع انت بترشح انا وجهة نظري يعني انا بشوف المغرب الجزائر ممكن صعبة لكن ممكن ممكن حامل اللقب يعيدها لكن المغرب برشحه بقوة بصراحة والسعودية هل ممكن هناك نادي يعمل مفاجئة حاسس احساس سلطنة عمان يعني احساس هذا مجرد احساس ما بعرف ليش انا ما بقول حياخد اللقب لكن حيكون مزعد جدا بوجهة نظره شخصية ما بعرف توافقني بالرأي او لا حطي لي رأيك بالتعليقات اما السؤالي بعده من المساعد بقالي هلما مصطحت الدور الاسباني هيمنت ريال مدريد وبرشلونة وعدم وجود منافس لهم بعكس باقي الدوريات بحيث يكون وجود ناديين قويين فقط تمثيل الاسبان باوروبا لا يعني ما بعرف لا ولا ايه هذا الموضوع بيرجع لهم هنه كيف بيفكروا يعني هل لا انا جاوبتك فورا لا بناء على انه هلما مصطحتهم للدوري الاسباني يعني كدوري اسباني لا انا برأي وجهة نظري لا لكن كاوروبا هاي مشكلتهم يعني مما مصطحت الدوري نفسه انه يكون فيه منافسين كثر هاي الفكرة يكون فيه منافسين كثر ترتفي حدة المنافسة فهون شو بيصير معاك انت كاتحاد لعبة اللي هو اتحاد كرة القدم او اتحاد الرابطة لما بيصير تجديد عقود البث هاي الامور اللي ما حدي بيذكر لك اها هي هيك بتصير الامور بيطالب بمبلغ اكبر لما بيكبر المبلغ فبيتوزع الجميع بشكل افضل فالجميع بيقوم مع بعض اكتر والجميع بيحصلوا اموال اكتر وبتشوف تنافسيه اكتر فمحليا انا بشوف من السيئ يكون فيه قطبين فقط وجهة نظر شخصية يعني انا بحب نظام لا يكون فيه تنافسيه عالية مثل بريمر ليج مثلا لكن اوروبيا هذا اريح له مثل ما ذكرت انا قبل شوي انه موضوع فيه لفل من التنافسية عفوا لو تم تخطي بيصير مرهق للاندية يعني انت مهما عملت عمق للسكواد عمق للتشكيل يا اخي بتفرط يعني ما فيك تظل مركز لما يكون الكل القوي عندك بالدورة عفوا يا اخي مين بدك تنافس انت انت كل مباراة عندك نهائي 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 مو منطق كمان يعني ما فيه مباراة هي بالمتناول عرفت وقصدي اذا كان هي قصدك ما بعرف انا هو شو المقصود بالضبط لكن انا بشوف بالنهاية بحب انه يكون فيه تنافسية اعلى لكن منطقية يعني مثلا مثل الدور الانجليزي انا ما بحبه يقوى اكتر من هيك يعني بكفي بكفي يعني صار مستوى القوة مو طبيع صار فيش اسمه التوب 10 يعني العشر الكبار معن فيه ستة الكبار اربعة من زمان بطلت من الواحد و تسعين تقريبا لحد الان ستة الكبار دعم هلا صار التوب 10 العشر الكبار بكفي بس يعني بكفي خلاص فهمنا يعني عرفت شون كله قوي باسبانيا ايه لا عندك ريال برشلونة كذلك اتلاتيكو مادريدي و اتلاتيكو مانو مانو قليل نهائيا بالعكس اتلاتيكو انا بشوفه ايضا وجهة نظر حق اي حدا يختلف معها اتلاتيكو مادريدي يستحق لقب دوري ابطال اوروبا على الاقل بين عام 2011 لعام 2018 تقريبا انا بشوفه بيستحق لقب دوري ابطال اوروبا واحد على اقل تقدير لما انجزوا هذا الفريق ونسبة التطور الهائلة جدا اللي اخذها مع ديوغو سيميول هاي وجهة نظري لكن مثل ما حكيت لك اذا ازلك على مستوى اوروبا يعني هذا الفريق عند مفيدهم لما يكونوا هني اقوية اكتير بيكون في ارياحية نوعا ما بالمنافسة الاوروبية هاي نقطة ما حدا بيتطرق لها كتير طبعا لان في ناس بتحسها بثير الجدل هاي النقطة عندهم وممكن يناقضوك فيها كتير واراء تحترم كلها يا صديقي طيب خلينا نروع السؤال لي بعده وهن السؤالين تقريبا نفس بعض السؤال الاول من عبد الرحمن اخي ناسيم ليش ما حل عم يفكر بكفارة سخيليا بعد الموسم اللي قدمه مع نابولي اتمنى انك تقرأ سؤولي احلى تحية من ليبيا السؤال الثاني من انت بقى الاسم خليت اعتقد ان تعاقدات ارسنال القادمة مثل رايا وكفارة كفارة سخيليا قصده لو تمت ستؤثر على غرفة الملابس بسبب دقائق اللعب طيب اصدقائي هلأ جوابا على السؤالين انا مشكلت كفارة سخيليا تحديدا يعني هلأ عبد الرحمن انت عم تسأل ليش ما عم يفكروا فيه وآدم بقى لي شو رايك بسقط كفارة سخيليا لأرسنال لو تمت يعني كونه طلعت اشاعات كتير من التليغراف وكذا انه ارسنال مهتم بكفارة سخيليا خبر غير منطقي من الاساس من الاساس يعني ارسنال اصلا عنده صار لاعبين على هاي الجبهة فشو بده بكفارة سخيليا يعني ما قالوا مكان بالأرسنال اساسا يعني اساسي ما بيلعبوا لا احتياطي ممتلئ المكان اساسيين واحتياطيين يعني عندك تروستارد مارتينيلي اسميثرو لسه عندك لاعبين كتير بلعب هاي المراكز فما قالوا مكان بالاساس كفارة سخيليا بالاساس بالنادي فالخبر غير منطقي اما انه ليش ما بيفكروا فيه لللاعب السؤال هون جواب العبد الرحمن بكل بساطة لانه لعب موسم واحد يتقلق فهل بتضمن الموسم القادم يكون نفس الموسم لا لازم يكون فيه استمرارية يعني هننطروا عشر مواسم لا بس يقدم نصف موسم ثاني لفل عالي اوكي وقتها لانه فيه كتير لاعبين قدموا موسم خارق جدا وبعدها اختفوا هي هاي الفكرة موسم واحد لا يعني شيء يعني انا واحد من الناس حكير كثير وكفارة سخيليا ويا السلام وكذا هذا كلام اعلاني حتى هيك ننبسط مع بعضنا لكن هل اتمنى بفريقي لا انا ما بحب هيك مخاطرات ابدا لاعب تقلق موسم واحد والفريق كله تبهج مع بعضه انا شو بيضمن لي انه هذا اللاعب الموسم القادم يكون في ذات الجودة مع اني عملت فيديو عنه كفارة دونا اكيد شفتوا يعني نزل على القناة لكن لا مخاطرة كبيرة جدا ولا تتمنى في فريقك انتبه يعني يعني ما بقول انه هو سيء لا انا بقصد خلي قدم نصف موسم ثاني بس نصف نصف وليس موسم كامل ثاني على مستوى عالي وبوقتها منقول بانه ممكن تبلش الصراعات عليه هل هل ممكن تأثر على غرف الملابس فيما لو تمت هيك صفقات مثل راية مثلا ادم لا ليش؟ لانه ميكل ارتيت بالاساس عقلية جبارة جدا وبيعرف يدير غرفات الملابس صدقني اثق دائما بما يقوله ميكل طيب هلأ كمشت اسئلة عن الدوري السعودي اول سؤال من عبودي هلأ ليش لسه حكيم زياش ما وقع مع نصر السعودي اخي ناسيم صديقي عبودي اتوقع انت نفسك تبعلقلي على يوتيوب على فيسبوك على انستجرام دائما نفس التعليق وانا ما بجاوب لاني فعلا لا اعلم ما هو الفكرة احيانا انا ليش ما بجاوب بكون عن جد ما بعرف يعني انا ما بعرف كل شيء الفكرة ان انا لا اعلم كل شيء لازم نوصل لنقطة اتفاق على هذا الموضوع انا لا اعلم كل شيء بالدنيا بالنهاية ما بعرف يا صراحة يبدو بانهى فشلة الصفقة وماعد مهتم النصر خلص جلب غيره يعني راح لخيارات ثانية واضح انه حاليا النصر السعودي فهذا جوابي اصح السؤال اللي بعده من ياسر السلام عليكم ناسيم من هو برأيك اكثر نادي سعودي يعرف انه يختار اللاعبين المناسبين واستمر يا احسن يوتيوبر الرياضي في العالم تحياتي صديقي كل الحب لك ما بشوف انه في نادي يتميز عن البقية بصرافة انا ما بشوف هذا الشيء وجهة نظري شوف انه في توازن كتير بين الانتية يعني هن بالاساس انا حابب ابقى كرر هاي الجملة دائما طبعا هذا كلام مو قولك للناس اللي بتقلل من الدوري السعودي واللي بيعملوه حتى توصل الفكرة لانه في ناسية ما بتعرف الدوري السعودي بالاساس الدوري السعودي بالاساس اقوى دوري عربي نقطة امتهى هاي النقطة انا لا اناقش فيها يعني في نقاط بحسها اشعر ان هي واضحة كالقمر في كبد السماء ابدا واضحة هو اقوى دوري السعودي يعني عربي بالاساس هو كتنافسية واحدة شيء يشبه البريمير لي كلهم اقوياء ما شاء الله تعالى فيه مستوى قوى عالي جدا اتفقنا على النقطة فحتى لما عملوا الصفقات كل واحد عم ياخد بحصص متساوية حتى الاهلي اللي عاد من الهبوط من دوري يالو الان بدأ يعقد صفقات مع انه خرج السوما وكذا عم ياخد صفقات وشغال الدوري يعني عندك مثلا من بدك الاتحاد انجولو كانتي كارين بانزما في فيه لاعبين وكذا صفقة يعني حاولت فابينيو مؤخرا حطيت قدامي مشا ما انسافة بنيو على فكرة حطيت اسمه قدامي نصر سعودي غير انه كريستيان ورنالدو سابقا بروزوفيتش يا رجل بروزوفيتش تخيل بروزوفيتش يعني عندك بروزوفيتش اللي كان عم يلعب نهاية دور الابطال قبل شهرين عم يلعب خلف كريستيان ورنالدو وعد ولسه في اسماء العمري وغيره مو بس فقط لعبين اوروبيين الهلال شغال حاليا لسه في صفقات كثيرة فانا ما بشوف انه في واحد منهم اخذ اكتر من غيره بحس فيه تساوي قدر الامكان بحس الموضوع مدروس مية بالمية اما السؤال اللي بعده السلام عليكم لماذا الدور السعودي عم يجيب لعبين كبار بالعمر وما يجيبونه صغار في العمر السؤال خاطئ يا صديقي لانه لم يجلبوا فقط لعبين كبار بالعمر الان كريستيان ورنالدو كبير بالعمر لكن صفقة ترويجية بحثة خلصنا منها الان بقيت اللاعبين مثل مثلا عفوا كريم بنزما 30 يعني 31 رياض محرز 30 دخل بال31 تقريبا هذول اكبر لاعبين تقريبا انتقلوا كتوب لكن معدلهم الانتاجي العمر الانتاجي بتاعهم يعني الخاص فيهم لهذول اللاعبين مقارنة لما نحكي السعودية الدوري السعودي وليس بريمر ليغ او دوري اسباني كونه واحد قادة من البريمر ليغ والثاني جاء من الدور الاسباني من اوروبا بقصد انا مستوى التنافسية هون لا يعادل انه عمرهم جيد هون كعمر انتاجي انا بقصد فهنا لا يعتبروا كبار لسه بيخدموا عندك سنتين وثلاثة صفقات جيدة وفوقها هنه ادوات ترويجية قوية لكن ضيف عليها انه حكينا اسمين او ثلاثة بس كباروا بالعمر لكن ما تبقى لا في اسماء لسه بتشتغل معها ما رح قالك بس بروزيفيتش سافيتش اوكي ما من صغار لكن من هم كبار روبين نيفيز الان كيسيه قادم عالطريق حكيمي زياش قادم عالطريق صفقات بتخدم سنوات فالسؤال انا برأييه سامحني لكن خاطئ لا عارفاني ان يشتغلوا مية بالمية اما السؤال اللي بعده سليم اتوقع الاسم السلام عليكم عليكم السلام اخنا سيم هل من الممكن نشوف تدني بالمستوى باوروبا بعد ما طار كتير اللاعبين عالسعودية بعد ما اصبحت كرد القدم بيزنز وهذا الشي برأيك كيف رح تعود على اللاعبين سلبيا او ايجابيا او تطوراتها على عدد السنين القادمة ممكن الفيفا او اليويفا يوقف هذا الشي اللي عم يحصل كل الحب وشكره لك لا اول شي شي اللي عم يحصل لا هو عشان يحصل طبيعي تخيل انت انه فيه دوري هو الدوري البلجيكي اتى ست مستثمرين الى ستة اندية بلجيكية وحبوا يرفعوا لفد المنافسة ياسيلي مو بالبلجيكي بالهولندي ويرجعوا يعيدوا احياء الدوري الهولندي الى القمة واستثمروا بهي الاندية واصبحوا ينافسوا مع بقية الدوريات على اللاعبين الموجودين في الساحة المتاحين للجميع ما حدا هيحكي شي فالسعودية تقوم بذات الشيء ابدا طبيعي هو احد الدوريات القوية على مستوى العالم حابب يرفع الجودة اكتر وبعدها ترتفع حقوق البث فترتفع قيمة الدوري عالميا الى اكثر من العشرين الاوائل العشرة مثلا قدر الامكان حقنا الطبيعي لان يحصل طبيعي فهل ممكن يوفق ويفا يعمل شيء لا الموضوع القانوني مافي اشكال طالما انه انت ما عم تكسر قانون لعب المال النظيف في اسيا امورك تمام لم تصرف اكثر من دخلك لحد الان امورك طبيعية مية بالمية ولا تردع اي كلام هل ممكن يأثر سلبا لا بالعكس الان هنه ما عم ياخدوا كليانا مبابا ما عم ياخدوا بوكايو ساكا من ارسنال ما عم ياخدوا فارتس خيليا فيكتور اسمين فينيسوس جونيور مثلا مين بدك لا لا ما عم ياخدوا هاي المواهب لسه لحد الان هنه ما حرم اوروبا من اللاعبينها بالعكس انا بشوف انه في كمية مواهب بالعالم لسه تكفي اكثر عشان ما تنغمر المواهب بالعكس هناك مواهب تكفي وانا تستحق بشوف انه تظهر على السطح اكتر فبالعكس انا بشوف هناك مواهب كثيرة عم تضيع ما عم نسمع فيها هنسمع فيها اكتر هتاخد فرصة اكتر كون اصبح هناك دوري ايضا عم يطفو على السطح بشكل كبير جدا انا بشوف الموضوع لا ما علي اشكال هل ممكن تأثر سلبا ولا ايجابا لا انا بشوف ايجابا من ناحية وفا وفيفا شوف اتوقع انه بعد كم سنة اذا رب العالمين يسر امر الدوري السعودي وارتفعت قيمة السوقية اكتر واكتر حيكون في بطولات اكتر شون البطولة العربية للاندي حاليا معترف فيها من فيفا مثلا بصير حقوق البث الخاصة فيها عالية جدا بصير فيفا يشرف عليها ويضيف لها نكهة خاصة بصير فيها عوائد كبيرة لفيفا فالكل مستفيد يا صديقي طالما الموضوع بيزنز فالامور عندهم عادل عام اما التميمي فبيسألني هل تتوقع صفقات تتم لبرشلونة هل يأتي كانسلو وبرناردو سيلفا ام لا صفقات لبرشلونة صديقي انا بتوقع حاليا يا صديقي كانسلو اتوقع حتى الحسم وغالبا شبه الحسمة غالبا بحسب ما اعلم والله اعلم لو حصل انهيار للصفقة فرسنيدا فورا فورا يعني في مراحل متقدمة بالمفاوضات والاتفاق بين برشلونة وبين فرسنيدا وبلد الوليد جاهز الصفقة عرفت كيف؟ الان بالنسبة لبرناردو سيلفا انا ما عم اتجرأ احكي عنها كونه متأكدت مية بالمية انه مصر برناردو سيلفا على الرحيل يعني لازالت خطط سيتي قابلة لان يبقى برناردو او يرحل ما عندهم مشكلة عرفت شلون؟ فما انا متأكد لكن بعد ما بيعدنبلي واخرجك سياء ايضا سيكون عندك مساحة تسجد اللاعبين بل وتجلب صفقات ممكن لان مشكلة مالية سيكون الموضوع اتفاق مثلا اقصات اعارة مع خيار شراء مثل كانسيلو مثلا حكا سيكون الموضوع فانا بشوف كانسيلو ثم برناردو سيلفا ثانيا فرسنيدا هو خيار احتياطي بتوقع هاي صفقة تبتم وبرشلونة جاهز يدخل وينافس بالليقة الاسبانية اما السؤال لبعده من اخونا ماهر استاذ نسيم انا اول مرة بسألك هل لفربول طلع منه ما يقرب 10 لاعبين وماشترا غير اثنين ومع لافية بصور ثلاثة طيب تخيل واحد منهم ينصاب ترجع الحالة مثل السنة الماضية باعتمد على اليوت وعلى اللاعبين الصغار يعني ليفربول مو لازم يشتري كم لاعب احتياط مو شرط يكونوا طب بس يعني خرج الواحد يعتمد عليهم اخوك ماهر من سوريا مقيم في تركيا انا كل يوم بستنى حصادك مشان اتفرج عليه لاني كلامك حلو ومنطقي ومحلو يعطيك العافية ربي يسعدك صديقي ماهر وانا كنت في تركيا بازمير كمان وفي كل تركيا كنت كمان ما بتوقع انه ليفربول يعمل صبقات اكتر من اللي عليها اشاعات شو قصدي اناع ما بتوقع ليفربول انه يكون مثلا مثلا خاصة مع يورجين كلوب ومع هاي الادارة بيوم من الايام مثل ارسنال مثل السيتي يعني يكون عندك الاحتياطيين بجودة الاساسيين خاصة السيتي مثلا ماهر توصل لهالليفل ابدا يا سيلي مثل ارسنال ما بيوصل حتى هلا ليش؟ لانه عقلية الادارة اولا هي بتفكر هيك ما بتحب تصرف كتير اغد الموضوع بيزنس بحت طالما انا عم اربح اموري تمام ما بيهمون رياضيا عفكرة يعني جلبوا القاب ما جلبوا ما بيهمون موضوع ما شو عم يربحوا خلاص الان ككلوب ايضا كلوب لا يحب المداورة الكتيرة هو عقلية وهيك بيحب يكون عنده سكواد توب وبديلين جيدين فقط يعني بديلين جيدين بكل المراكز بس يعني بكل مراكزه بيكون عنده اثنين سوبر والباقي عاديين يعني هو ليفر بول كلوب بيحب هكي اشتغل الزلمة وبيستنزفهم استنزاف لكل اللاعبه الان الحلو فيه انه بيعرف يشكل منه افضل خطه دائما هي قسطو بالضغط العالي طبعا اغلب الاحيان فعمين مجح بهذا الموضوع لهيك انا بشوف انه والله اعلم يعني وجهة نظري كلوب لا ما سيجلب صفقات تانية اذا بقصد من ليفر العالي متما تحكي انت يعني كونه بالاساس هو عقليته هيك عرفتوا قصدي؟ هاي وجهة نظري والله اعلم اما السؤالي بعده من اخونا نزاري يعطيك العافية كابتن ناسيم هلق انا شفت الفيديو طبعا الاستدامة المالية يلي انت نشرته فهمت كيفيته بس معلش تفهمنا بالتفصيل شوية عن وضع باريس الجرمان اذا ضل مبابي للموسم الجايش وبيصير فيه مع كل الحب اليك نزار من الشام تحياتي يا صديقي من الشام اخوك ناسيم من جرمانة صديقي انا فهمتوا قصدك اخونا نزاري بيسأل انه انا لما حكيت عن قانون الاستدامة المالية ففي فيديوهات تانية حكيت انه باريس الجرمان لا يمكن انه يبقي كليان مبابي مرغما في باريس ويخرج مجانا لانه هذا الموضوع يضر في النادي لا يمكن هذا الشي فكيف الموضوع قانونا يا ناسيم طيب الان لا يمكنني انا اني اشرح لك كل قانون الاستدامة المالية وكيف حقيسه ها اعمل اسقاط عليه في باريس سن جرمان لانه يحتاج فيديو حتى اقسم لك بالورقة والألم كيف الموضوع لكن انا هاشرح لك كيف فهمت الموضوع بالتقارير يعني كيف يفهمه وكأني قرأ التقرير وهعطيك الخلاصة بكل بساطة لو بقي كليان مبابي الان هو الباريحة عفوا قبل 3 ايام بواحد اغسطس استحق مكافأة الولاء الجزء الاول وهي بين 40 الى 60 مليون يورو تقديريا على فكرة لا احد يعلم كم هي لا احد لا تصدق احدا هي من 40 الى 60 مليون يورو قبضها طيب انت دفعت اللاعب الان 40 الى 60 مليون يورو لو استمر حتى نهاية عقده يستحق التسعين مليون يورو يعني لو كان المبلغ الاربعين اللي قبضه الان هيزيد الو خمسين زيادة لو كان ستين لسه هتغطي تلاتين وحيخرج مجانا انت متخيل حتدفع تسعين مليون يورو للاعب وحيخرج هو وتخيل الخسائر تسعين مليون يورو خسائر صافية صافية يعني صافية مية بالمية تخيل لوين طيب هذا الشي وفقا للوائح الاستدامة المالية الجديدة اللي حتصير الدقيق لك أوراقك المالية كل التسنيم مع بعضهم انت الان ما عندي يزبط معك يكون دخلك مثل مصروفك لان انبابي ما حيبقى حيخرج فالدخل اللي كان متوقع من بقاء كليانان بابي كتشيرتات كأعلانات كبوسترات كليانان بابي يا رجل ماكينة بعرف ان حقوق الصور بباريس اغلبها او كلها الو صح هذا الكلام لكن هو بيجلب عقود رعاية لنادي نفسه هاي في نقطة ما احد بيذكرها عرفت شو قصدي؟ ففي خسائر فاضحة جدا ما عاد الدخل الموجود نفسه طيب كيف كانوا يشتغل سابقا بشيء بيسموه البالونات المالية النفخ المالي الى اسماء مصطلحات كتير على فكرة مثل انك تجلب عقود رعاية وهمية الان ما عن في هذا الشيء قانون الاستدام المالية حدد لك شو هي المداخل اللي مسموح فيها يعني اعلنا دخلك منطقي مية بالمية ما عن فيه تجيب لي ابن عمك يعمل عقد رعاية للتيشرت بخمسمية مليون هو بالاساس ما شفنا نحن علامته بالاساس على التجارة ما عن في هذا الشيء سابقا كتير من الانديا بتعمل هذا الشيء على فكرة الان ما عن في هذا الشيء نهائيا صار في لجان بالدقيق بهذا الشيء طبعا هلها ستكون قانونية ولا لا لجان عشان مستقبلا لو بعد سنتين اتكلمت وقلت لكم مانا قانونية ما حدا يدقيق عليه لسه متأكد من هذا الموضوع فلا يمكن لباريس ابقاء اكليانا بابي وخسارته مجانا اما التجديد او الرحيل طيب شو هيصير فيه بوقتها لو حصلت معجزة هو هيخرج صليق انتهى الموضوع هيخرج وخلص يعني خلصنا لكن فرضا لو بقي وخرج مجانا سيجبر وقت باريس انه يدين عدد من اللاعبين او يعمل تخفيض هائل بالرواتب هائل وليس فقط تخفيض بالرواتب عرفت شو قصدي تخفيض جدا ربما يروح الموضوع لانه للاكاديميات للفرق التانية باقي الرياضات عنده تحت اسم باريس انجرمان يسرح عالم يضطر يخفض كتلة الرواتب كثير يخفض مصاريف لو بقي كليانا بابي سيسبب عجز بالميزانية مو عجز يعني فكر عجز يعني حينهار باريس انجرمان لكن ضرره كبير جدا 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 خاصة انه نيمار مكمل نيمار واحد من الرواتب الضخمة الان باريس بدأ يحسب حساب من الان ماذا لو حصلت طبعا فجلب جونزالو راموس اوكي مبلغ الصفق كبير لكن الراتبو مانو عالي ما عن فيه الرواتب العالية عندنا لا يعني ظهر انه تربو وتعلموه فتقريبا هذا جوابي ان شاء الله تعالى كون وضحت وقدر لمو اما السؤال اللي بعده اتفق معك ان السؤال عن انفابي مو ميل ولكن منذ بداية المسلسل سمعنا تحديد عدة تواريخ ستكون حاسمة منها 22 سبعة و 31 سبعة ولكن ما زالت الاخبار متضاربة حول موعد الحسم الذي ما ممكن تتجاوزه السؤال هل هناك موعد او تاريخ قطع يجب ان ينتهي مسلسلا بابي قبل نهايته وما هو مع خالص شكري وامتناني الاعلامي هاشم البياتي من العراق تحياتي اخي هاشم اه لا هاي الموعيد اللي بيطرحوها يعني فيه حسابات ضخمة جدا على تويتر صارت تطرح هذي موضوع مثل باجي كوميونيتي وغيرهم وغيراتهم غير منطقي نهائيا لانه ما احد يعرف بالغيب والمستقبل هي مجرد تواريخ حتى تحرك الدوبامين عند المتابعين ويعملوا ريتويت كتير لهي الحسابات ومتابعات ويربحوهن اكتر يعني مجرد تحريك فقط للموجة ويستفيدوا منها كيف انا مثلا كل ما صار تحديث بعمل فيديو عن مطابي لازم اتكلم لكن انا بحاول دقيق المعلومة الصح ما بحاول دقيق هاي الشغلات الغير منطقية شو والله احكي انه والله صفقة مطابي ستتم في يوم خمسة اغسطس مثلا يعني بكرة السبت كيف دي اعرف انا لو كنت بعرف انه هناك اتفاق لكن ما بحكيها ليش؟ وربما يا اخي مبابا يمرض يا اخي والدته صار بجي وعك صحية يا اخي اختلفوا عشاء ويلا اجلها كم يوم فمو منطق بالاساس كمهنة اعلامية حددوا موعد بهي الطريقة وانت عم تحكي عن اكتر زاوية بالعالم فيها متغيرات وهي كرة القدم وربما اللاعب يغير رأيه يبطل صار بده يجدد يا اخي انا بدي اقعد على الدكة وبدي اطلعب بلاش بدي بطل كرة القدم مثلا فما بيصير ينجزم بالشيء فانا بشوف انه لا يوجد موعد بالاساس انا بشوف انه ريال مدريد ما عنده مشكلة حيماطل لابعد حد ممكن ممكن يكون حتى 30 او 31 اغسطس حتى اخر نصف ساعة من المركاتو ما عنده اي مشكلة بيريز وما نو مستعجل عميت مزمز ببارسنجرمان طبعا هاي وجدت نظري تقبل ان تكون صحيحة وتقبل ان تكون خاطئة والله اعلى اما السؤال اللي بعده من يمان السلام عليكم في موسم 2024 اي بعد انتهاء هذا الموسم ينتهي عقد انشيلوتي والاخبار ترجح شابي الونسو ياخذ مكانه وهو لانه نجح في تدريب ليفركوزن هل في ضمانات نجاحه اذا استلم تدريب ريال مدريد؟ وشكرا لا يوجد يا صديقي لماذا لا يوجد؟ لانه لا يوجد ضمانات في كرة القدن لنفترض نحن جدلا ان تشابي الونسو نجح الموسم الحالي الجديد مع ليفركوزن وهذا اللي بيسعاله هو هو حابب يثبت نفسه اكتر قبل ان ياخذ خطوة للامام لنفترض جدلا انه كان هو فعلا سيكون مدريب ريال مدريد الموسم القادم هل في ضمانات؟ لا لا يوجد ضمانات لأي شيء في العالم يا صديقي لانه ما حدا يبيعلم الغيب صدقني هو السؤال بالاساس ما بجوز انه نطرحه لا يوجد شيء مطمو بالمستقبل صديقي ربما يأتي والظروف تنهار بريال مدريد لسبب ما الله أعلم شو هو وبالنهاية هيظهر كأنه تشابي الونسو هو اللي كان سيئ الله أعلم ربما يأتي وما يكن عنده فكرة مية بالمية شو لازم يطبق بريال مدريد لكن العناصر تساعده ويضرب وتزبط الأمور معي يا صديقي وفم حاجات فدع للفم حاجة مظبوط فأنا أخذت سؤالك حتى دردش معك وسلم عليك هاي الفكرة يا صاح أما السؤال اللي بعده أو هنه السؤالين مع بعضهم تقريبا أول سؤال من محمود خميس كيف ممكن يكون أفضل شكل هجومي لريال مدريد من غير مطابي افتراضيا لأنه ما في حدا حاسم الهجوميا حاسم هجوميا صراحة تحياتي محمود تحياتي صديقي محمود السؤال الثاني كذلك من غسان كابتن القلب الروح هياك الله يا صديقي تتوقع إن لم يأتي كليان مطابي كيف سيكون الرسم الحراري للتشكيلة هل هي نفسها التي لعبت بلا كلاسيكو وهل مجيء مطابي كقلب صندوق سيتأقلم معه باعتبار أنه جناح ايصر هل لمدريد دعم له أبدا الجواب للأخين وسانو محمود مطابي قادم إلى ريال مدريد لحد الآن ما بتوقع ولا أرى سيناريو آخر هل أنا متأكد يقينا يقينا لا متأكدناك نعم لكن اليقين هو بالرؤية لأنه ربما يموت اللاعب ربما يبطل يغير رأيه يبطل كرة قدم لكن الأمور أنت سير بشكل طبيعي خلاص جاي إلى ريال مدريد ولا يمكن أن يدخل ريال مدريد بدون مهاجم سواء مطابي أو غيره طيب موضوع حيكون مهاجم صندوق كون هو بلعب جناح ايصر أنا على يقين أنه حيكون فينيسيوس على اليسار وكليانا مبابي هو المهاجم لأنه كليانا مبابي اللي بميزه أنا كذبت على فيسبوك قبل عدة أيام أكيد شفت البوست أنه أنا ما شفت لاعب يشبه تيري هنري كما أرى كليانا مبابي لكن كليانا مبابي ما كينة يعني ممكن يكسر كل الأرقام الممكنة والغير ممكنة أيضا الآن نحكي رياضة نحن وكذلك هو مثله في ذات القدم ونفس الركتة بيركض ويلعب بالمركزين جناح ايصر ومهاجم كذلك ومهاجم بليفل عالي جدا بيلعبه فأنا أرى كليانا مبابي جاي يلعب مهاجم فينيسيوس على اليسار فينيسيوس غير على اليسار انت دمرته بيعه خلاص غير على اليسار ما بيلعب عكسا مبابي اللي بيلعب مهاجم بيلعب على اليسار ولعب هذا الشيوين مع باريس سن جرمان ما كان هو يلعب مهاجم بسي على اليمن ونمر على اليسار دائما لكن كونهما نتابع باريس كثير فما كنا منعرف لكن هي هيك كانت تصيير التشكيلة بشكل كبير عرفت كيف صديقي فلا هيكون هو المهاجم نعم هو قلب الصندوق هيكون والله أعلم طبعا لحظة إذا قلز قلب صندوق كرأس حربي صريحة ولا هيكون مهاجم حر عرفت كيف بتركي عليه الهجمة كلها وأحيانا هو اللي بيكون فينش ولما بيسقط أحيانا فينسلز هو اللي بيضرب المساحة أو رودريغو من هون أو فالفيردي أو بلينك هامر رهيب جدا بهذه الطريقة فأنا بشوف أنه عندهم جودة يقدروا ينفذوا هذا الرسم والله أعلم أما السؤال اللي بعده هو الأخير من أخونا علي صباح الخير صباحك يا صريقي بدي أسألك ليش في قسم كبير من جمهور ريال مادريد شاف الكلاسيك وسلبي مع أنه المهم بالوديات هو إظهار شكل للفريق وريال كان ماسك الطابة وأخطر وبناء لعبه وعنده كان خارق وما ننسى أنه الملكي غير مكتمل الصفوف وعم يجرب صح خطة جديدة أنه الشغلة بس بالأهداف مع العلم أنه ريال مادريد سدد خمس تزديدات كانوا بالعارضة شو رأيك؟ المهم بهيك حالة عدد الأهداف ولا ممكن تقسيم المباريات الودية على الأكتر من نتيجة سلبية وإيجابيات كمان في ذات الوقت يعني يقصد أنه إيجابيات وكذلك سلبيات الآن نرى الموضوع لا إيجابيات وسلبيات لو بدنا نكون منطقيين لكن سؤالك لماذا قسم كبير من جمهور ريال مادريد أخذ المبارات أنه سلبية؟ بغض النظر أني أنا طلعت وحكيت ضد كارلو انشروتي بعد الماتش هلأ بحكي ليش أنا حكيت طبعا معني أنا دائما بقول من أفضل المدربين في تاريخ اللعبة هو كارلو انشروتي من شيط نظر شخصية يحسوا من الناس اللي ختموا لعبة كرة القدم من زمان ولا يحتاج شهادتي أصاسا كارلو انشروتي لكن الآن ليش الناس أغذتها كمبارات سلبية؟ لأنه دائما جمهور كرة القدم يأخذ كرة القدم بأثر رجعي ما يعني؟ يعني وكأنه لم يشاهد الماتش كم انتهت المبارات؟ قسرنا واحد صفر الفريق كان سيئ والمدرب يجب ذبحه الآن وصلبه أو صلبه وهو حي اللي هو عايش صلبه طيب أنت ما شفت المبارات أنا لا أرى شيء نحن مافزنا خلاص هيك جمهور كرة القدم يا صديقي هذا جوابي فقط وهذا الواقع لأن جمهور كرة القدم يأخذ كل شيء بأثر رجعي فقط خلاص المدرب حقق ألقاب بالصدفة هو بالصدفة هو بالصدفة حققها أفضل مدرب بالتاريخ خلاص مباشرة طيب خسر مع أنه كان مسيطر وكل شيء لكن لم يكن موفق أسوء مدرب بالتاريخ مباشرة هذا السبب الرئيسي الآن أنت حكيتها خمس تزديدات تخيل لو ثلاثة منهم دخلوا بالمرمى وحصل انهيار لبرشلونا وفتحت مع ريال مادريد وانتصر خمسة كارلو انشرت العراب والخطة الرهيبة الماسية 442 صح؟ شفت أن جمهور كرة القدم يأخذ كل شيء بأثر رجعي صدقني لا هو عم يحاول عم يجرب وهذا الكلام صحيح ولا زال يجرب أنا طبعا ليش طلعت لمته من ناحيتي مثلا أنا لمته على المنظومة الدفاعية مشكلة كارلو انشرتي بآخر موسمين تحديدا في شيء غريب بشعر انه هو ما واكب الفكرة الدفاعية يعني ما في منظومة دفاعية أنا شخصيا مشكلتي فقط هما كارلو انشرتي أنا الشكل الهجومي واضح انه لسه يجرب ولما يأتي كل يانا مبابا هيكون الشكل مختلف تماما هذا جوابي يا صديقي اخذوا لي انتوا اراكم بالتعليقات احباي الكرم بكل شكل اللي نعنو من البداية وحتى النهاية نشوفكم ان شاء الله تعالى بفيديوهات قادمة السلام عليكم ورحمة الله